يقول الله سبحانه وتعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين دي الآية 73 في سورة الوقع بيقول ابن القيم إن ربنا سبحانه وتعالى جعل النار تذكرة تذكرة جعل نار إيه؟ جعل نار إيه؟ تذكرة تذكرنا بنار الأخرة والعزو بالله ربنا يا ربي يكفينا وإيكم شر نار للدنيا والأخرة نحن جعلناها تذكرة يعني النار تذكرنا بنار الأخرة طيب عرفنا دي؟ أسأل الله أن يحفظنا وإيكم النار الأخرة والدنيا يا رب قال ومتاعا للمقوين إيه المتاع؟ طيب من المقوين؟ المقوين للمسافرين مع إن النار في الدنيا بينتفع بها المسافر والمقيم بس قال للمقوين يعني المسافرين ليه؟ كأن ربنا بدي لك إشارة بقولنا أن نحن كلنا في هذه الدنيا على سفر أن نحن كلنا في هذه الدنيا على إيه؟ على سفر فدي رسالة عشان نفهم بس معانا القرآن بتقول للناس اللي بتحب الدنيا وبتعتبر ان الدنيا دي يعني خلاص يعني هي الدنيا وخلاص وما فيش حاجة بعدها بقولهم لا نحن جعلناها اي نار متاعا تذكرة تذكرنا بنار الاخرة عشان نخاف ومتاعا للمقوين بنستنفع بيها والمقوين للمسافرين مع ان النار للمسافرين والمقيمين فكأن هنا ربنا بالذكر سيقولك انت على سفر وليست الدنيا دار مستقر لك فنخلي بالنا جماعة